بسم الله الرحيم والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله herebij حديث عظيم رؤى الأمم التبراني في المعجم الأوسط للتحذير الخطير من عمل المعاصي في شهر رمضان والظواب العظيم لترك المعاصي في شهر رمضان يعني أشياءكم سواب صلاة القيام والتهجد والصيام مجارة بس أنك تتقل له في شهر رمضان ولا تعمل من معاصي شوفوا الثواب العظيم لترك المعاصي فقط في شهر رمضان رون إمام التبراني قال قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة لا تتزين إن الجنة لا تتزين من السنة إلى السنة في شهر رمضان في ذا دخل شهر رمضان قالت الجنة اللهم اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر سكان وقالت ويقولنا الحور العين اللهم اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر أزواج خلي بالكم فمن صانى نفسه فإذا دخل شهر رمضان فمن صانى نفسه في شهر رمضان فلم يشرب فيه مسكرا ولم يرمي فيه مؤمنا ببهتان ولم يعمل فيه لخطيئة زواجه الله في كل ليلة أو زواجه الله كل ليلة مئة حوراء وبالله له قصرا في الجنة من ذهب وفضة ويقوت وزبرجت لو جمعت فيه الدنيا كلها لم تكن فيه إلا كماربط عنز في الدنيا كالبالك لو جمعت الدنيا كلها فيه لم تكن فيه إلا كماربط عنز في الدنيا ومن شارب فيه مسكرا أو رمى فيه مؤمنا ببهتان أو عمل فيه في خطيئة أحبط الله عمله سنة أحبط الله عمله سنة فاتقوا شهر فاتقوا شهر رمضان فإنه شهر الله وإن الله قد جعل لكم فاتقوا شهر رمضان فإنه شهر الله فإن الله قد جعل لكم إحدى عشر شهرا تنعمون فيه وتتلذتون فيه وجعل لنفسه شهر رمضان فاحذروا شهر رمضان وجعل شهر رمضان وجعل شهر رمضان لنفسه خلي بالكم فاتقوا شهر رمضان أو فاحذروا شهر رمضان طبعا الحال الحديث ده إذا إن الجنة لا تتزين من السنة إلى السنة لشهر رمضان إنما يقول شهر رمضان الجنة تتكلم وتقول اللهم اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر سكانا وتقول الحول العين اللهم اجعل لنا في هذا الشهر من عبادك أزواجا فالرسول صلى الله عليه وسلم تقول ليه ما يادش بقى اللي بيصلي القيام أو بيصلي الترويح أو بيصلي سلط التهجد وبيتكلم بس عن ترك المعاصر فمن صار نفسه فإذا دخل شهر فمن صار نفسه في شهر رمضان فلم يشرب مسكرا ولم يرمي مؤمنا ببهتان يعني الكذب والظن الكذب والظن ورمي الناس بالبهتان ولم يعمل فيه خطيئة زواجه الله كل ليلة مئة حوراء يعني ربنا يكون يتجوزك كل يوم كل ليلة مئة زوء وبان الله له قصرا في الجنة من ذهب وفضة ويقود وزبرجة لو جمعت فيه الدنيا كلها لم تكن فيه إلا كمربط عنز في الدنيا مربط ده معناها باللغة العامية البيت أو الزريبة اللي هي بيضع فيها الأجباش أو المعنى صح الخرفيان والمعيز الأصر ده بالنسبة للدنيا لو الدنيا كلها جمعت ما تسويش زريبة صغيرة ما تسويش زريبة بالنسبة للكرة الأرضية يعني مساحة الأصر ده أكبر من مساحة الكرة الأرضية بنفس النسبة ما بين الكرة الأرضية كلها وبين مربط 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 للغنم عارفين مربط الزريبة هو ده معنى القصر ده ده السواب ترك المعاصر ومن شرب فيه مسكراً أو عمل فيه أو رمى فيه مؤمناً ببهتان أو عمل فيه قطيقة أحبط الله وعمله سنة بعد من انتهي شهر رمضان تقضى تصلي وتقضى لغة شهر رمضان ربنا مقبلش أي حاجة منك خالص فإذن قال عليه الصلاة والسلام فاتقوا شهر رمضان ربنا عمل لكم زيب لكم السنة كلها فيها فطرة فيها سماح يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى بيأخذ بالمعاصي في شهر رمضان غير ما بيأخذ بقى الشهر شتان فإن الله سبحانه وتعالى جعل لكم إحدى عشر شهراً تنعمونا وتلذزونا فيه وجعل شهر رمضان لنفسه فاحذروا شهر رمضان سواب عظيم من جارة ترك المعاصي فكل إنسان يصبر ويتق الله في شهر رمضان تق الله في شهر رمضان طيب ده فيه حاجات بتقوي هذا الحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث على الفرق من النافلة والفريدة طيب يكلم أحد الصحابة قال إياك إياك والالتفات في صلاة الفريدة فإنها الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان ولابد ففي صلاة التطوع لأن كل واحد مننا نفسه بتحدثه وشيطانه بيحدثه فبدأوا يريك الفرق بين الفريدة والتطوع يقول لك إن الالتفات في الصلاة وعدم الخشوع هلكة فإن كان ولابد يعني إذا كنت قادر تغلب شيطانك ودفسك بتحدثك يبقى خلي ده جزء منه في صلاة التطوع لكن ما تخلوش في صلاة الفريدة فإن شهر رمضان فيه في فريدة الصيام وهو شهر الله سبحانه وتعالى وبالضاعف فيه السباب سبعين ضحفا زي ما قلتلكوا قبل كده إن ربنا جاء في الحديث وذكروا بخزامة في صحيحة وقال إن صح الخبر فإن شهر الله الحديث صحيح يا الناس قد أذلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر ده جعل الله سيامه فريدة وجعل قيامه تطوعا من عمل فيه بخصلة من الخير كانك من أدى فيه فريدة ومن أدى فيه فريدة عمل فيه بخصلة من الخير كانك من أدى فريدة فيما سواه ومن عمل فيه فريدة أو من أدى فيه فريدة كان من عمل فريدة فيما سواه كانك عمل سبعين فريدة فيما سواه السباب يتضاعف سبعين ضعف فلذلك زي ما السباب يتضاعف سبعين ضعف أو ربما أكتر السيئات كمان بتتضاعف السيئة في رمضان بزيز السيئة في رمضان احذر لسانك واحذر عينك اوعى تتكلم بسوء او تختب حد او تخوت في عرض حد او ترمي انسان ببهتان النظر الحرام اتقي الغيبة والنميمة والنظر الحرام واتقي الكبائر حاول انك تعصم نفسك من الزنوب عشان ربنا يبني لك كل ليلة اصر حجم وقد حجم الكرة الارضية نولد ايه زي النسبة بين زريبة زريبة صغيرة في الكرة الارضية وكرة الارضية كلها ده كل ليلة وكل ليلة ربنا جوزك مئة واحدة من الحر العين لو انت اتقيت ربنا بس في شهر رمضان وإلا ربنا يحبط عملك سنة كاملة فانا اكتب لكم الحديث ده لانه فيه تحذير خطير عشان كل انسان يتقي الله سبحانه وتعالى اكتبوا لكم فيه الوصف نتعالى الفيديو نسخوه نشروه ونشره هذا الامي في ثوابنا عظيم العلم علم انتبه انه اجرن عاما بيوم القيامة ناقذ لكم اشتركوا في القناة اصلاح لكم كل جديد والساعدين عشان صورة ربيع اقولوا قولي هذا وستغفر الله اليوم اشتركوا في القناة